خليني بس في البداية لأن الخبر ده لسه حالا قبل ما نطلع الهوى بدئتين تقريبا أو أقل كمان إحنا لسه وصلنا خبر وفاة والد كابتن إيهاب الخطيب طبعا يعني رئيس قناة النادي الأهلي وهو في نفس الوقت يعني زميل عزيز جدا والمدير الفني للقناة وطبعا مبارح أنا عايزة أقول لحضراتكم هو كان متواجد معنا وحنتكلم عن طبعا التكريمات لكن القصة كلها إن مبارح وهو بيسلم علينا وهو بيتكلم مع الناس هو كان بيقول قد إيه الوضع عنده صعب جدا لأن والده كان في الإنعاش بقاله فترة وكان مضطر أن هو ييجي ويكون بيمثل قناة النادي الأهلي علشان يستلم الجائزة الخاصة بها هنتكلم طبعا في كل التفاصيل دي لما ييجي وقتها لكن يعني الله يرحمه ويصبر كابتن إيهاب ويصبر العيلة كلها والده كان عيان بقاله فترة طويلة وحالته استحية ما كنتش أفضل شيء فنتمنى ليه كل الصبر يا رب بإذن الله